دراما هذا العام فيها وجبات دسمة ليه بنقول فيها وجبات دسمة؟ لأنه الحقيقة الاختيار بين موضوعات مختلفة بيخلي للدراما لها تذوق وأعتقد أنه كل المشاهدين في مصر والعالم العربي في انتظار هذا التنوع اللي حرصت الشركة المتحدة لخدمات الأعلمية أنها تقدموا من خلال موضوعات كتير مختلفة تفاصيلها كتير، عودة نجوم، أماكن تصوير يعني الحقيقة فيه سباق لطيف جدا وهو أيضا مهرجان الدراما أنا بسميه مهرجان الدراما المصري في شهر رمضان وده اللي هخليني فعلا نقف عنده تفاصيل كثيرة جدا ندخل بقى في الكواليس ونستعرض كل الأعمال ونشوف الموضوعات والأبطال وإيه اللي هتقدموا شاشة رمضان هذا العام 20-24 في ضيافة بيت للكل في استوديو القاهرة الناقد الفني السينمائي أحمد سعد الدين مساء الخير يا أحمد مساء الخير، أهلا وسهلا نوركو طبعا كل سنة أنت طيب وإنتي طيبة وكل المشاهدين طيبين طيب، يعني بجد إحنا في مصر بننتظر خلاص بقى مهرجان للدراما الصناعة قوية الكل دلوقتي مازال موجود في أماكن التصوير المختلفة إنت شايف التنوع السنة دي شكله عامل إزاي بالنسبة لنا؟ وهو زي ما حضرتك وقلت إحنا في موسم دراما موسم الدراما ده بيبقى فيه أعمال كتير قوي لكن اللي إحنا شايفينه دلوقتي إن المائدة متنوعة على العكس من أن أنت كنت تلاقي إيه نوع واحد أو شكل واحد أو لون واحد دلوقتي أنا عندي تنوع، تنوع إزاي؟ إن أنا عندي في الدراما هلاقي تاريخي، هلاقي دراما أو ميلو دراما اجتماعي، كوميدي يبقى أنا عندي حاجات كتير جدا بالإضافة إن أنا عندي كمان تواصل أجيال من أستاذ يحيا الفخراني صحيح وحتى نور النبوي اللي هو لسه إنه يعتبر ناشئ بالواحد صح، طيب خلينا نبدأ كده ندخل إلى الأعمال الأعمال اللي أنت كمان تناقد منتظرها وشايفها مختلفة؟ أنا دايماً بركز على السيناريو والمؤلف والمخرج أولاً طيب، يلا نستعرض يعني لو بنقول أنا مستني إيه؟ أقوى يعني عمل وراء قوة كبيرة أستاذ عبد الرحيم كمال طبعاً كريم عبد العزيز مجموعة كبيرة جداً ليه أنا بقول كده؟ لأن عبد الرحيم كمال على مدار السنوات الماضية أثبت نفسه ككاتب كمؤلف وبيعمل عنده أسلوب في السرد مختلف أمتعنا في جزيرة غمام رمضان اللي قبله جزيرة غمام يعني كان حلمي جميل جداً برغم أنه ما كانش فيه نجمة صفة أول بس هو صنع مجموعة من النجوم مجموعة من النجوم لأنه هو عمل عالم مهم جداً وهو عالم يعتبر عالم عبد الرحيم كمال قصة الحشاشين إن أنا أقدمها للمجتمع المصري تاني إن أعود للتاريخ عشان أتكلم على التطرف وأجيب من المنبع عارف عجبني فكرة إن إحنا بنروح للجماعات المتطرفة ونشوف طب نرجع نرجع قديم قديم نشوف البداية فين يعني هذه الفكرة أن أنت تقدمها في الدراما ولن صعبة ثانياً مهمة ورمضان شهر الناس فعلاً بيبقى فيه وقت إن الناس تتفرق كويس قوي على المساشين هو دايماً الجميل إن أنا ما بصش للنتيجة النهائية أبص للمنبع ظهر إزاي وده اللي بيتعامل دلوقتي في موضوع الحشاشين تمام ابتدت من إيه؟ ابتدت تطرف ده جاي إزاي؟ المجموعة دي اتصرفت إزاي؟ وكان رد الفعل والفعل ورد الفعل ثم تشعبت بشكل كبير جداً والنتائج اللي إحنا وصلنا لها النهاردة بعد كام قرن؟ إيه سببها؟ صحيح النقطة دي في حاجة جميلة جداً الدراما مش عنصر ترفيه فقط ولكنها عنصر تسقيف طبعاً وده جزء أساسي وعرض اللي مشاكلنا يعني برضو الدراما قدرت تحل حاجات كتير جداً انت بتخلق رأي عام كمان بالتأكيد وبعدين بتعرف الرأي العام إيه؟ إيه المشكلة؟ وكيفية حلولها؟ هو ما تديش حل ولكن كيفية التعامل معها فده شيء أساسي صحيح فأعتقد أن الحشاشين أستاذ عبد الرحيم كمان كريم عبد العزيز كمان كريم نجم الصف الأول صحيح يعني كريم نومبر ون ما نقدرش أن احنا نقول كده نقول حاجة ثانية لكن كريم عنده ميزة حلوة قوي قراءة الورق أو قراءة العمل على الورق قبل التصوير هو بيعنده الميزة جين بيعرف يستشف إيه اللي ينجح وإيه اللي ممكن يسيبه فبالتالي إحنا بنتكلم على مسلسل ضخم وراء إنتاج ضخم القصة نفسها إحنا محتاجينها في الوقت الحالي صحيح بالإضافة لإسم المخرج وإسم النجم وإسم الأسماء الموجودة والثقل بتاع كريم عبد العزيز عند المشاهد كمان مشاهد كريم عنده طبعا لأنه عنده مصدقية ناس بتحبه وعنده جمهور عنده جمهور يعرف يوصل الرسالة أنا كمان معجبة بتوليفة الأبطال يعني كريم كمان معاه فتحي عبد الوهاب عملاق يعني صاحب الأزوار الصعبة جدا فتحي عبد الوهاب من أفضل الممثلين الموجودين هنا بعض المشاهدين يقول لك والله أسه ده مش نجم صف أول يا جماعة ارجعوا لمحمود الميليجيا طبعا محمود الميليجيا هل هو كان صف الأول؟ طبعا ولكن كان العمل دايما بيشيره هو على كتافه صحيح فتحي عبد الوهاب واحد من أهم الممثلين في مصر على الأقل في الخمستاشر سنة الأخيرة صحيح كون وجود فتحي جنب كريم شاي العمل نيكولا معوض إيه رأيك فيها؟ طبعا يعني تركيبة ما تديش على البال بس برضو حلو أن انت تخلق برضو للمشاهد حالة مختلفة بالضبط وخاصة دي هتخدم كمان نيكولا وهتخدم المشاهد ليه؟ صح أنا بالنسبالي مش هنا بقى والله يقول أنا عايز لكنة مصرية ولا لكنة إيه؟ لا أنا بتكلم على فترة تاريخية صحيح فكل الناس تقدر تبدع فيها طيب نروح بقى لعمل تانية برضو يعني قلنا الحشاشين أنت واقف عند إيه كمان؟ أنا واقف عند ياسر جلال وبقول ياسر جلال جودر وبقول ياسر جلال لسببه أصعب نجم بيقابل مشكلة في الوقت الحالي هو ياسر جلال ليه بقى؟ ياسر من سنتين عمل دور رئيس جمهورية في السلطة صحيح فالناس بتشوفه يوم بيوم طبعا فكانت الشخصية صعبة جدا جدا وهو قرب منها بشكل كبير صحيح عشان يخرج منها لازم يبعد تماما عن المنطقة دي كلها آه يعمل أعمال مختلفة تماما بالضبط يعني ممكن يعمل كوميدي يعمل تاريخي وده اللي عمله ونجح في السلطة كان عمل درامي واجتماعي وقصة حب وخيانه الحاجة التانية ان ياسر اختار مسلسل هو جاي من تاريخنا احنا اللي احنا بنحبه وان احنا نسمع وان احنا صغيرين بنسمع ألف ليلة وليلة صحيح وألف ليلة وليلة ابتدت كمان في الراديو ثم انتقلت للتلفزيون كفوزير ثم بعد كده اتعملت كمان اتعمل منها مسلسلات فبالتالي التاريخ عندي موجود ومتقبلها من قبل ما تبدأ لا ولاية على شهر الرمضان هي بتاعت شهر الرمضان افق كده خيال وحالة فانتازية زي ما بيقول اختيار الاسم يعني احنا ما قلناش ألف ليلة وليلة مثلا فدي برضو فكرة حلوة علشان تدي تنوع انك كل سنة تختار شخصية ما صحية ألف ليلة وليلة بتبقى جامعة صحيح لكن هو اختيار جزء منها هو اللي هيشتغل عليه اختار قسم فهو اختار جزئية من ألف ليلة وليلة او نقدر نقول الليلة من ألف ليلة وليلة صحيح صحيح فهنا اعتقد ان هذا المسلسل هيبقى له جمهور غير ان ياسر فعلا ياسر ممثل جايد وأعتقد هو هيبقى فيه صراع الخير والشر اللي هو احنا عايشينه في العالم كله الصراع دايما ما بين الخير والشر الأهم اسلوب السرد أنا بكتبه ازاي لان ما تنسيش انه ألف ليلة وليلة هي برضو تحدي أنا في يوم من الأيام كان بيكتبها طاهر أبو فاشل طبعا كان بيكتبها عبدالسلام أمين صحيح يعني عمالقة الكتابة والأسلوب اللي الناس تعودوا عليه تعودوا عليه أنا بحس كمان انه شهر رمضان المصري زي ما بنقول ليه توليفة بقت يعني اتركبت مع بداية التلفزيون من سنة 60 في احنا بنتكلم على توليفة اعتاد عليها المشاهد المصري واعتاد عليها ايضا المشاهد العربي يعني انت حتلاقي مثلا تلفزيونات عربية كتير تعمل فوزير تلفزيونات عربية كتير تعمل أعمال كوميدية لان انت قدمت الفورمات بالظبط ما تنسيش ان مصر هي منارة الفن في الوطن العربي والتلفزيون المصري لما ابتدى سنة 60 ابتدى عملاق يعني الفوزير مثلا فيه ناس تفتكر فوزير لنيلي لا أستاذ محمد سالم لما جاب سلاسي أضواء المصرح وعمل اسكتشات وعمل فوزير من سنة 61 من بداية التلفزيون فإحنا بنتكلم في الفورمات دي هي اللي الكل مشي عليها حتى الآن انت شايفي كبير الجزء التامن ممكن يبقى عامل ازاي؟ على مدار السبع أجزاء اللي فاتوا حصل منحنايات كبيرة جدا سواء فوق أو تحت بالنسبة لنجاح مسلسل الكبير نجح حوالي 3 أو 4 أجزاء ولكن الجزء ما قبل الأخير اللي هو ظهرت فيه شخصية مربوحة وعمل فيه مهرجان المزاريطة نجح نجح كبير جدا أتمنى ان احنا في رمضان المقبل اللي احنا فيه دلوقتي أتمنى ان الكبير يجدد شوية بحيث ان هو يستحوز على عين المشاهد زي ما كان في الأجزاء اللي جابت نتيجة كبيرة جدا هنا الكبير احنا مكلم على أحمد ميكي بيقدم شخصيتين ثلاثة ودي صعوبة على فكرة ميكي بيفرد عضلاته شوية بس العمل فيه طعم الكوميديا اللايت ودي حاجة جميلة يعني أنا اعتقد ان احنا عندنا اكتر من حاجة كوميدي كل واحد بتريده يعني الكبير طبعا خلاص الناس اعتدت عليه طبعا العملاق يحيا الفخراني حضوره بس بعتبات البهجة هي بهجة ومعاي كمان مخرج عملاق زي مجدب وعميره مجدب وعميره هو فيه حاجة جميلة جدا أستاذ يحيا الفخراني عنده حاجة متفرد بيها مجرد ما بتبصي في وشه وتقربي من وشه فيه راحة نفسية دي من الحاجات عنده قبول صحيح حاجة تانية وجوده السنة دي أو قبل ما نقول وجوده على مدار 30-35 سنة الماضية يحيا الفخراني هو نجم التلفزيون ونجم شهر رمضان صحيح باختياره للموضوعات اللي بيعمله لما ييجي النهاردة يعمل اعتبات البهجة من اسم المسلسل فقط أنا رايح لإيه لجانب كوميدي ما عايحة الفخراني تحديدا لا أنا بقول عملاق تاني حاجة هيقدم مسلسل جميل جدا يعايحة الفخراني الوحيد دلوقتي اللي ضامن 70% من النجاح قبل البداية أكيد خلينا برضو نروح ليه عودة نجوم بعينها يعني فيه السنات دي عودة العدد من النجوم يبقوا موجودين على شاشة رمضان فبنشوفهم فيه يعني بأشكال مختلفة زي ما انت قلت فيه أجيال مختلفة طبعا غادة عبد الرازق والسيد العقارب غادة يعني ممثلة كويسة جدا وقدمت على فترات مسلسلات كويسة أو مسلسلات جيدة كان فيه غياب كده فترة عودة غادة عبد الرازق مكسب للدراما خاصة ان هي بتعمل موضوعات اجتماعية الناس بتحبها هي بتدخل ما وراء الأبواب دايما فيه اللي بيفتكر بقى الحاجات القديمة والحاجة متولي ومش عارف ايه وزهرة ولكن غادة بتختار موضوعات اجتماعية جميلة واحنا دايما محتاجين هؤلاء النجوم ليه لان ليهم جماهيرية وليهم خبرة كل واحد له تزوق بشكل مختلف السنادي غادة عبد الرازق ما قدمها حاجة جميلة واحنا اتكلمنا على أستاذ ياح الفقراني لكن فيه نقطة جميلة جدا في الدراما السنادي في التنوع ان الدراما الخمستاشر حلقة موجودة وموجودة بقوة هتخلي كمان حركة رمضان اسرع بالزبط وفرصة انه يعني هذه السناعة يكون فيها تنوع مختلف العجلة بتلف بسرعة بالاضافة للخمستاشر حلقة بيبقى أحداثها سريعة ما فيهاش مط وتطويل انت عارف هي كمان بتعمل ايه بتعمل بحجة لرمضان بان انت خلصت خمستاشر وداخل كأنك تبدأ رمضان تاني بتبتدي جديد وده اللي حصل مثلا السنة اللي فاتت تحت الوصاية بالزبط بالعكس تشدينا مش معنى انه ده الجزء الأخير من رمضان لا بالعكس الناس كانت مشدودة جدا احنا مش بنخترع العجلة من 30 سنة ما قبل سنة 2000 كانت رمضان بيبقى فيه مسلسلين 15 حلقة ومسلسلين كبار اللي هم 30 حلقة بس 30 حلقة المسلسل الاجتماعي الكبير او الدرامي اللي سوري التاريخي الدراما التاريخية صحيح فهنا كان فيه حركة سريعة جدا جدا عشان كده الناس كانت ايه خلص بسرعة ده احنا وصلنا يا جماعة لنص رمضان فاحنا فيه احتياج لل 15 حلقة طيب فيه كمان في نفس الوقت بعض النجوم والاعمال قدتهم فرصة ان هما يغيروا من موضوعات عملوها يعني اتكلمنا عن ياسر جلال عندنا كمان امير قرارة نيلي كريم الاتنين الحقيقة بيطلعوا برضو نيلي بتخرج من التوب السعيدي والمشاكل بتروح لحاجة والكلابة والكلابة حقيقة نيلي كريم ممثلة ممتازة يعني هتكون فرولة السنة دي ممثلة ممتازة ولكن هي على مدار الفترات الطويلة اللي فاتت نجحت فيه الاعمال التراجدية بشكل كبير جدا بنت اسمها زيت وسجن النسا وغيره وغيره حاجات كتيرة جدا الناس حبتها كممثلة ولكن الموضوعات اللي كانت بتقدمها كانت تقيلة شوية لما عملت بيميتوش الناس فرحت جدا فرحت للمسلسل بس فرحت لنيلي ايوا خرجت من الايه من البوتقة بتاعة الدموع والصراع يمكن السنة اللي فاتت رجعت تاني شوية السنة دي رجعة بعمل كوميدي وده زكاء الفنان بقى صح انه هو يغير والناس تشوفه بشكل جديد يعمل حاجة مختلفة يعمل حاجة مختلفة عشان كده اتوقع لنيلي النجاح لان الناس بتحب نيلي نيلي عندها قعدة عريضة من المشاهدين وهي نفسها كقدرات لا هي ممثلة قوية طيب خلينا بقى نروح لأعمال برضو انا شايفة ان احنا يعني نجحنا ان احنا في هذا التوقيت نعملها زي مليحة يعني احنا نروح للقضايا الفلسطينية في عمل درامي بهذه السرعة والأحداث مذالة مشتعلة على الأرض يعني ونحنا نقف جنب أهلينا مش بس زي السند والدعم اللي بتقدمه مصر للقضايا الفلسطينية ولكن كمان انسانية حقيقية تذاع على شاشة رمضان وكأنه فيه توازي بين الفن والواقع فيه حاجة أساسية مهمة جدا الفن يستمد من الواقع الدراما نفسها بتستمد من الواقع انا الواقع دلوقتي بقالي أربع شهور بصحى الصبح بشوف الدمار اللي بيحزن صحيح ده ده قمة الدراما والملو دراما والحاجات الجميلة صحيح هي بقى هنا تلفت نظر الفنان اه تلفت نظر الفنان عشان كده اتكتب مسلسل وبيتعمل دلوقتي اللي هو أستاذة ميرفا تأمين ودي برضو من الجيل الجميل جدا طبعا اللي عملت سواء في السنة ما أو في التلفزيون عملت أمجاد صحيح بالإضافة لدياب وغيره وغيره وهكذا لكن الأجمل ان انا بتكلم على ايه ده انا بتكلم على مأساة الشعب الفلسطيني والحالة اللي هو عايشها دي تصنع دراما مهمة جدا أن الناس مستنية تشوف هذا المسلسل على أساس أن هي وده هيبقى فيه صعوبة لأن انت بتشوفي شاشة الأخبار الصحيح هتشوفيها بعد الفطار عاملة ازاي لو فيه اختلاف هتبقى مشكلة ولكن أعتقد أن هذا المسلسل هينال حيامس الواقع بشكل كبير نسبة كبيرة جدا من المشاهدين لأن هي حياة واقعية ومأساة صحيح آخر قبل ماقف اللي هناك أيضا أحيانا الرمضان مش عايز أقول بيبقى شهر خير وفاعل على ناس كتير وبيبقى برضو زي الاختبارات فعندنا مثلا أحمد العودي بطولة لوحده أو المرضه ريهام حجاج بتعمل حاجة مختلفة بتروح روجينا بتأكد نجاحها أكرم حسني عامل برضو كوميديا الحقيقة الأسماء كتير عشان ما ننساش حد مصطفى شعبان راجع بدور شعبي جدا المعلم فيعني الأدوار كتير قوي أتمنى نكونش نسينا حد تنوع كبير هو كده احنا نتكلم على مائدة متنوعة بشكل كبير الأسماء اللي حضرتك تكلمتي فيهم عندهم خبرات كبيرة جدا يمكن الوحيد دلوقتي اللي بنقول فيه تغير في مشواره هيبقى أحمد العواضي على أساس أنه هو ابتدى أول مرة هيشيل مسلسل لوحد دي مسؤولية كبيرة دي مسؤولية كبيرة لكن العواضي عمل مسلسلات خلال الخمس سنين اللي فاتوا عمل أدوار مهمة جدا وكان ليه فيلم سينمائي في الفترة الأخيرة الإسكندراني الإسكندراني فأعتقد أن العواضي وصل أنه هو يقدر يتحمل مسؤولية مسلسل أكيد لتمنى له التوفيق أي نجم ينجح مكسب للدراما ومكسب للمشاهد والشاشة الحقيقة يعني ممكن التنوع بيديها إثراء جميل جدا طبعا ما تبقى أن احنا ننتظر أنا وإنت يعني بداية الصهر الكريم وبداية هذا المهرجان والماراثن الرمضاني في يعني مسلسلات متنوعة حيبقى عندك شغل كتير هتوقت تتابع ده الموسم ده الموسم كل سنة وإنت طيب ورمضان كريم الناقض الفني أحمد سعد الدين نورتنا شكرا لك كل سنة وإنت طيبة والمشاهدين كلهم بخير وإنت طيب مشاهدين طبعا تبقى شاشة رمضان هي تعبر عننا تعبر عن موضوعات بنعيشها موضوعات موجودة خلف الأبواب المغلقة زي ما بيقولوا وكمان موضوعات فنية نعيش مع خيال نعيش مع واقع إن شاء الله تستمتعوا بإذن الله في هذه الأعمال وفي مشاهدة بإذن الله تكون جميلة وتكون أيضا مش بس للمشاهدنا المصري ولكن كمان أهلا بالمشاهد العربي اللي احنا بنقدم له كمان كل هذه الأعمال علشان ينضم إلى هذه المتعة بإذن الله مع أعمال رمضانية جديدة في الدراما المصرية كل سنة وإنتم طيبين وإن شاء الله يكون شهر جميل وتكون الدراما يعني تمتع الناس في كل مكان ده كان لقاءنا النهاردة وده كان حدثنا حول الدراما بشكل عام العربية كل اللي أنا أقدر أقوله لكم تصبحوا على ألف خير في سلام الله اشتركوا في القناة